بهذا الوقت كثير ممكن ناس يشعروا انه هيك ألت ثقتهم بنفسهم نتيجة يمكن ضغوطات أو أشياء عمالها بتصير صح فانتي اليوم موجودة عشان تخلينا نعرف انه الثقة بالنفس لها علاقة بالوعي بالذات كيف يعني؟ هلأ مزبوط هلأ بالبداية لما نحكي نحن ثقة بالنفس نحكي قديش الانسان عنده وعي بذاته قديش قادر انه هو يمكن يشتغل على نقاط القوة يشوف كيف قادر يستغلها بشكل كويس وبنفس الوقت بالنسبة لنقاط الضعف يارف شو هي الأسباب يلي بتخلي الشخص يمكن يمرق بهاي الفترة من ضعف الثقة بالنفس الثقة بالنفس بنقول يمكن أكتر بتكون مترجمة مع الأطفال يعني الطفل اللي بينولد زي ما حكينا دائماً ومنحكي انه ما في طفل اللي بينولد ثقته بحاله ضعيفة أو مثلاً عصبي أو خجول أو كذا هذا الاشي بيكتسبه من البيئة ومن البيئة الأساسية أكيد الأب والأم ففي أحياناً سلوكيات معينة يمكن الأب والأم بيعملوها يؤثر على ثقة الطفل بنفسه فممكن هي تساهم بهذا الاشي نعم نهاية واحدة يمكن من الأسباب ضعف الثقة بالنفس ولكن نريد أن نتحدث كمان عن الوعي بالذات تحديداً قدي موضوع الوعي بالذات عند الطفل وعند الأشخاص حتى البالغين إلو علاقة بالثقة بالنفس طبعاً أكيد يعني كل ما زاد الوعي بالذات كل ما زادت ثقة الطفل أصلاً بنفسه أكتر بس خلينا نرجع نحكي شوي عن أسباب ضعف الثقة بالنفس لحتى نضوي عليها ونقدر نوضح صورة للأمهات إذا بيعملوا هاي السلوكيات يحاولوا قدر المستطاع يخففوا منها أول إشي عنا الحماية الزائدة يعني نحنا طبعاً كمشاعر أمومة وكمشاعر أبوه موجودة دير بالك ماما أوعى انتبه بس تكرار هاي الكلمات كل يوم بكل ساعة بكل لحظة هذا الإشي بيوتر الطفل وبيخليه يرجع لورا نحنا بنعرف الطفولة هي تجربة أكتر يعني هو بده يخطأ لحتى يتعلم فإذا كانت هاي القيود موجودة دائماً دائماً بمسك إيده دائماً ما عم بخليه مثلاً أنا بالشارع بمشي ماما أنت على الرصيف اتركيه خليه يمشي على الرصيف هذا الأمان الزائد كتير بيأثر عليه بطريقة سلبية وأحياناً كمان موضوع الألقاب يعني يمكن نحنا هذا الإشي مش كثير منحكي عنه بس بطبوطة مثلاً أو أحياناً بتكون بطبوطة شوي محببة بس يمكن تكون شوي سلبية إلا هدخل مثلاً أشخاص بلبسوا نظارات أو كذا كل ياتنا تعرضنا يمكن لهاي الانتقادية انتقادات أو عفواً هذا التنمر اللي عم بيصير لهيك ضروري كتير نحاول نباعد عن ثقافة الألقاب بالعكس نمدح الطفل بأفكاره بعاداته بسلوكياته مو بشكله يعني برضو كمان أحياناً يمكن الأمهات لا إرادياً بتحب تتغزل بابنها ما أحلى شعراتك ما أحلى عيونك مشاعر موجودة صح بس ما يكون بشكل مستمر يعني ممكن هو مثلاً يوقع يتقطب وجهه هون يعلم هيصير يشوف حاله موحلو إذا أنت بس عم بتركزي على الحلاوة بالثقة بالنفس فنشتغل على المضمون أكتر لحتى يقدر الطفل يعدي منها يعني بسلام نعم يعني طيب هاي يمكن من الأسباب اللي ذكرتيها بس كمان ببعنا عم نحكي عن موضوع الأهل مرات منشوف الأهل بموضوع التربي يعني بيكونوا عم بتناقشوا بموضوع معين بصفوا عم بيحكوا لي هذا الموضوع للكبار مش لصغر مش لعمرك هل هذا الموضوع وردعت الفاعل تبعة الأهل لما يتدخلوا الأطفال إلها علاقة بثقة بالنفس وبتزعزع ثقة تطفق بالنفس؟ طبعاً أكيد أكيد الثقة بالنفس إلها دخل أصلاً بمهارات تانية زي مهارة اتخاذ القرار مهارة الاستقلالية ومهارة التعبير عن الرأي دائماً بحكي لما يكون في مواضيع شخصية معينة إحنا مرحبين نحكيها قدام الولاد بتقدر الأم تحكيها مع الأب لحالهم بس أصلاً كتير مشجع حتى لو إحنا عنا أطفال ضعف ثقة بالنفس ممكن نحكي له ماما إنت إيش رأيك إيش بتفضل هذا الإشي كويس أو لا أو مثلاً ماما أنا بحترم رأيك هذا الإشي بعززه أنه هو يعبر فبالعكس يعني نحنا كلما سكتنا الأطفال هيك عن جد من أثر على ثقتهم بأنفسهم وهذا كتير يعانوا منه بالمستقبل بحياتهم بالزبط طيب هلأ ليجي للكبار يعني هلأ مثلاً إذا الناس عم بمرؤوا بهاي المرحلة ومرات بيصير الواحد يشك بحاله بقدراته بيكون بده عن جد ثقة عشان يعمل تغيير بحياته شو لازم يعملوا وين الوعي بيجي دوره والسيطرة حتى نقدر يعني نستعيد ثقتنا بنفسنا تمام هلأ أول إشي رح نحكي عن الوعي بالذات كما راح الأولية وثانية وثالثة المرحلة الأولى الوعي بالذات زي ما حكينا في البداية بدك تعرف أنت شو نقاط القوة الموجودة عندك كيف بدك تعرفها أحياناً تسألي إنسان مثلاً إنت شو صفاتك؟ ما بعرف إيش أفكارك؟ ما بعرف فهاي قلة الوعي عم بتأثر كيف ممكن نعرف نقاط القوة؟ ممكن أول إشي أنت تسأل حالك متى الناس بيطلبوا مثلاً مساعدة رندا؟ والله لما يكون عندي مشكلة معناته رندا عندها مهارة حل المشاكل أنا هاي بقدرها من نفس الإشي مثلاً ممكن نسأل إنه شو الأشياء يلي ساعدت الشخص إنه ينقبل بمقابلة مثلاً بيعرف إنه يحكي فهاي كمان إجتماعي فهاي الأشياء كتير مهمة نجيب ورق أو ألم ونبلش نكتب هاي الأشياء لحتى ما ننساها ونظلنا نذكر حالنا فيها نفس الإشي نقاط الضعف ضروري كتير نعرف ليه موجودة يعني إحنا دائماً لازم يكون عندنا فكرة إنه ما في حدا كامل كلياتنا عندنا يمكن مشاكل معينة فيه شغلة بسيطة حبيت أحكيها عن موضوع ضعف الثقة بالنفس إلها دخل بالأطفال يمكن هلأ يلي بيصير إنه يا بيصير في عنا حماية مفرطة كتير إنه اهتمام ففرق التعامل بين هذا الطفل والطفل اللي ما بيعاني ومن ولا إشي هذا كمان بأثر على ثقته بحاله لهيك كتير مهم من عامل كل الأطفال وكل الأشياء اللي عم بتصير بسواسية إذن قلنا أول إشي عنا مرحلة الوعي بالذات لا إرادياً بتيجي لنا حب الذات حب الذات بقديش أنت بتدلل حالك فيمكن هلأ مع كل الضغوطات سواء كورونا أو حتى كل الأشياء اللي عم بتصير ما في وقت لإنه بس هذا أكبر خطأ يعني نحن عنا 24 ساعة على الأقل لو ساعة وحدة إلك لحالك بدك تعود تسمع موسيقى مثلاً بدك تعمل رياضة تقرأ قرآن يعني اختار النشاط اللي بدك ياه بس يكون لإلك أنت فابدي أسأل أنا هلأ رنده سؤال متى آخر مرة أهديتي لحالك هدية؟ هدية 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 آه إشي هيك خاصة إلك والله لا يعني من فترة من فترة آه فهذا الإشي كتير منيح لأنه نحن مرات حتى إحنا كيف نحب حالنا مثلاً لو كان فيه أولاد صغار قديم نهتم فيهم مثلاً منجبلهم أواعي منلبسهم منيح فهذا الإشي بيعكس حبنا لإلهم فبدي إحنا نترجمه لإلنا أهدي لحالي هدية أكافئ حالي على الإنجازات الصغيرة دائماً إحنا ما منقول لحالنا برافو إلا إذا عملنا إش كتير صعب فلاً إحنا بدنا نكافئ حالنا على الأشياء الصغيرة وهيكا بيجي حب الذات بيجي بالتقدير بيجي بالحوار الذاتي أدي أنت بتسمع حالك كلام حلو أنا بساهل مثلاً أنا رح أتغير أنا رح أعمل هاي كتير بتأثر على المشاعر والمرحلة الثالثة بيجي عندنا تغيير العادات يعني إذا أنت عندك عادات عم بتأثر عليك سلباً أو عم بترجعك لورا ضروري كتير إنك تعرف كيف بدك تغيرها والتغيير بيتم بس بخطوتين تعرف سببها العادة يعني إذا أنت مثلاً إنفعالي كتير أو مثلاً عصبي بشدة ليه؟ يعني إيش هي المثيرات اللي بتخليك تعصب برضو ورقو ألم أنا دائماً بقول أي إشي جواتنا أفكار هيك لخبطة ورقو ألم نكتب لحتى يساعدنا على حل هاي الأشياء نعرف المسبب يا أنت بتقرر أنك تتجنبه أو أنك أنت تتقبله وبعدها بتتتبع نشاطات معين إذا حبت تتقبله نعم هذا إذا إحنا بنحسن حالنا من الداخل بزر لكن لما يكون فيه أشخاص حوالينا يعني نوعاً ما سلبيين صح محبطين عم بس نشوفهم هيك منحس أنه يعني أنا مش قادر أعلم تتقابي نفسي كيف لازم نتعامل مع هذا الموضوع؟ صحيح حلا أشوفي فكرة أنه أنت تخلي الناس يعملوك مني حد الإشي مش وارد ليه إحنا حكينا من الداخل؟ لأنه أنت كيفي بتنظر لحالك الناس هيشوفوك إذا أنت عم بتقدر حالك عم بتحب حالك هتفرض حب حالك على الناس بس بنفس الوقت أنا ما بادر أحكي للناس مثلاً أحكولي كلام حلو أصلاً لو حكولي ما بحس فيها فلهيك دائماً بقول أنه التحفيز بيجي من جوة أنت من جواتك التحفيز بتم بثلاث طرق أول إشي كلام إيجابي دائماً دائماً أو حتى يمكن ما بدي أقول أنه مدح مستمر هلأ في ناس بقولولك طيب يا ربي أنا مثلاً دائماً وضع كتير سيء وكتير صعب كيف بدي أحكي بإيجابي وتفاؤل يعني مش زابطة مع بعض صح هذا الإشي مظبوط بس ما بضلني أنا عايش بهاي المرحلة يعني حياتنا كلها فيها صعوبات وكلها ضغوطات بس إذا أنا ضليتني مستمرة بهذا الإشي لفترة كتير طويلة هون بيكون الخطأ فدائماً أظلني أفكر إنه إن شاء الله حيصير معاي إشي حلو إن شاء الله حلائق إشي كويس فهذا الإشي كتير بيلعب داره وبيفرق وأنا بحس إنه واحد من الأشي اللي بيعزز الثقة في النفس إنه ينمي الواحد مهارة معينة تعزز الثقة بالنفس لأنه إذا الواحد بيضلوا عايش على أطلال الماضي بسير مرات تحس حاله مش كتير زابط بالمجتمع اللي هو موجود فيه صح 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 مظبوط يعني تبني مهارة معينة كتير بيفرق لأنه إنتي أصلاً بتعطيها من وقتك بتعطيها من جهدك وأحياناً يمكن المهارة اللي بتتعلميها بتكون هي أصلاً إنتي عندك شغف فيها فلما يلتأي الشغف مع المهارة مع الحب هون بصير فيه تغيير فهون الإنسان لا بتتغير نظرته لحاله وبينعكس طبعاً على تواصله وعلى تفاعله مع الأشخاص نعم هلأ موضوع ثقة بالنفس ممكن تحدثنا هيك عن كيف أنا كشخص بالغ بقدر أحسن من ثقة بنفسي ولكن أكيد فيه دور كتير كبير على العائلة على الأسرة بأنهم يعني يحفزوا ويشجعوا الأطفالهم بأنه يكون في عندهم ثقة بالنفس يأمنوا بحالهم وفي قدراتهم شو في نصائح هيك من قدمها للأسرة للأم والأب لما يربوا أبنائهم كيف لازم يتصرفوا معهم تمام هلأ هي سلوكيات كتير بسيطة بس كتير بتفرق يعني بتبلش من أول شغلة مثلاً تخلي الطفل يعبر عن رأيه بأي إشي بتكون تطلعوا مشوار بتكون حدا يجي عندكم حتى الأكل اللي بدي أكلها إيه شأيك ماما ناكل هيك أو هيك فخليه يعبر عن هذا الإشي كمان شغلة تانية ممكن موضوع المقارنة ما نقارن أطفالنا ولا بأي حدا ولا حتى بأخوه ولا حتى بابن عمه خلاص هو طفل إله شخصيته إله كينونته نحاول نركز على شو عنده أشياء ونمدع التصرفات المنيحة وما يكون دائماً حارصين زيادة عليهم يعني خليهم يخطأوا خليهم يتعلموا حتى يقدروا يوصلوا للي بدهم إياه الأهل هم الأساس فكلما كان فيه كلام إيجابي كلما كان فيه تعزيز هون حلق شخصيت الطفل كتير متطورة وأصلاً كمان حيكون اجتماعي أكتر لما انت تعبرينه عن مشاعرك والأشياء لجواتك سيمازا اترقتي قبل شوي للأطفال اللي عندهم إعاقة وكمان طبيعة شغلك تشتغلي مع شباب وصبايا عندهم إعاقة وبتهيئيهم لسوق العمل هذا الإشيء أنا عن جد استوقفني إنهم يحاصلون على شهادات جامعية وشهادات أوليا فأنتي عم تجي لهم هلأ بمرحلة شوي متأخرة يعني إذا ناس عم بيحضرون شو لازم يعملوا لحتى زي ما نقول يتجنبوا زي ما نقول يتجنبوا تفاقم هاي الأمور ويعززوا الثقة بالنفس من وقت يعني من عمر أصغر تمام بالنسبة هم للفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة هي فئة صراحة شوي حساسة لأنه إذا نحنا ما عملنا معهم من هم وصغر بطريقة جدا نقول مناسبة للإشي اللي عم بيصير معهم يمكن هيكون التدخل أكيد بيحدث تغيير بس برضو بيرجع للأهل يعني أنا كتير لما كنت أتعامل معهم مثلا في أهل بيكونوا داعمين أكتر بالعكس شغالين كتير على أولادهم يعني صح مثلا هو شخص بيستخدم كرسي متحرك بس هو لما تعدي معاه حكيه كيف بيحكي كيف بيناقش معه مثلا ماستر معه باكالوريوس فما شاء الله كتير اللي علم بيكون يعني واضح عليه فلهيك نحنا بس عندي طلب كتير مهم عن جد لو نقدر نحكي فيه أنه نحاول ما ننظر لهم نظرة أنه أنت ما بتقدر أو أنه أنت ما بتعرف لازم نعطيهم تجربة لحتى نقدر يعني نشوفهم ما شو عندهم يعني هي صراحة هاي كانت رسالتهم أنه أعطونا تجربة بعدين أحكموا علينا فيريت إحنا نعمل هذا الإشي معاهم 100% يمكن هي مرات بتكون خليل نحكي إعاقات حركية ولكن الذهن والدماغ بيكون شغال 100% وسليم ويمكن يعني زي ما بيقولوا ما يتعلق بالعلم والدراسة والذكاء وأيضا موضوع الاستيعاب أكيد من وجههم تحية كتير كبير لإلهم ودائما منقول الله يقويكم جميعا آمين يا رو هلأ كمان بدنا نضل بموضوع يعني أثقة بالذات وأثقة بالنفس وأدي هذا الموضوع له أثر كتير كبير لما أكون فرضا أنا يعني شاب صبية خلصوا مدرسة خلصوا جامعة وانتقلوا لبيئة العمل مرات هدول الأشخاص بيكونوا مش واثقين بنفسهم بحيث هذا الموضوع بيأثر عليهم ببيئة العمل كيف هم ممكن أنهم يقوم من ثقتهم بنفسهم ويفرضوا رأيهم لما يكون هم مقتنعين برأيهم وأنه هذا الموضوع أكيد رح يأثر بشكل إيجابي على طريقة العمل في بيئة العمل اللي هم يعني بيشتغلوا فيها كيف ممكن يأثروا على هذا الموضوع ويغيروا هذا الموضوع تمام هلا بنرجع أكثر كمان لموضوع المهارات المتطلبة للعمل يعني أحيانا بيكون في مهارات مثلا علمية لازم الشخص يكون ماخدها هلا هاي ما هنحكي فيها لأنه أريدي كل شغل له متطلبات معينة بس أحيانا فيه مهارات شخصية لإلها دخل بالمهارات الحياتية يعني الشخص مثلا قبل ما يفوت على شغل بدي يكون عارف عنده وعي مثلا بحقوقه بالقوانين المنظمة للعمل وبدو يعرف الاستراتيجية بإنه مثلا متى لازم يحكي هاي أدبيات الحوار التواصل الفعال يمكن اتخاذ القرارات مهارة حل المشاكل هاي كل ياتها بتأثر فهو بيكون إنه ممكن كحل أولي مثلا يروح ياخد ورشة ياخد دورة يشتغل على حال يحضر فيديوهات إذا مثلا بيفكر إنه المال ممكن يكون معيق في إنه ياخد هاي الدورة فيديوهات في تنوية البشرية في هاي المعلومات كتير بتساعد إنه طفل إنه الشخص البالغ يقدر إنه يحسن من حاله بس بدها قرار منه يعني ما بزبط أنا أفرض عليه إنه يلا روح أنت مثلا خد دورة إذا هو مش حاس إنه عنده مشكلة وما ترف فيها ما حيقدر يلاقي أي حل ما حدا بقدر يغير حدا يعني بس بتعرف في شو سيمازة عم بفكر إنه مش دائما اللي تثقة بالنفس هي خجل وانطواء أحيان اللي تثقة بالنفس بتكون عدائية وتنمر بالضبط بالضبط هلا هي أسبق ما هو بيرجع لسبب ضعف الثقة بالنفس يعني هي الثقة بالنفس كمان شوي موضوع شامل لأنه بيتضمن أكتر من شغله يعني الشخص مثلا إلي ما عنده ثقة بحاله هيكون مثلا مو اجتماعي كتير هيكون مثلا منعزل هيكون بتردد كتير فهي إلها علامات كمان فكل ما عرفنا السبب وراء ضعف الثقة بالنفس كل ما قدرنا عليه بس برضو كمان ممكن يكون الخلافات الأسرية مثلا دائما مشاكل دائما ضرب دائما كذا هذا الإشي بيأثر عليه دائما انتقاد دائما انت ما بتعمل كويس فكمان إحنا من نراعي الأسباب لحتى نقدر نلاقي الحل المناسب يعني ممكن يكون هذا الشخص إلا تثقة بنفسه بيخليه يكون عدائي أكتر طبعا أكيد رد تفعل أيوة طبعا بصير يعمل أشياء حتى يثير يمكن غضب الأشخاص اللي قدامه آه ممكن ياخد هذا الشكل غضب أو يمكن حتى ممكن على النقطة اللي عم تحكي فيها رندا ممكن إذا أنا شايف هذا الإشي مش فيه مش موجود فيه فأنا بدي ألاقي نقط الضافة الموجودة عند الأشخاص عشان أحس حالي متساوي بدل ما أنا أدور على يعني لأنه كل شخص في عنده مكامل قوة ممكن أنه لازم أنه الشخص يدور عليه لحتى يعرف بإيش أنا شطور وبإيش أنا لازم أحسن حالي لازمني شوي تشغل عشان أحسن حالي بشكل أكبر نصيحة بتوجيها له دول الأشخاص دائما بحكي أنه أنت أنت القادر أنك أنت تغير بحالك فأول إشي أنت لازم تقرر تسأل حالك ليه أنا بدي أزيد ثقتي بحالي وحتطلع الدوافع الحقيقية قدامك وبدك تحط خطة يعني ما في إيش بيجي بسرعة يعني مش أنا اليوم مثلا شخصيتي ضعيفة بكرة أنا قوية وبقدر أحكي لا بده شغل فنعطي حالنا وقت وفرصة لحتى نقدر إن شاء الله نغير ونعدل بحياتنا إن شاء الله شكرا إلك سيمازا حابي مدربة المهارات الحياتية شكرا شكرا للمشاهدة